للاتصالات والإعلام يعني على الرغم من أنه يمكن الشركة كانت أعلنت عن استمرار استثماراتها بعدة مناطق ومنها في كوريا الشمالية. ما هو رأيك بهذا التراجع الذي حققته الشركة بالنسبة للربع الثاني؟ يعني أعتقد أن التراجع في أرباح أوراسكم يرجع لعاملين أساسيين. يمكن العامل الأول هو بعد بيع حصتها في موبنيل. الشركة حاليا لا تحتفظ بأكثر من 5% من أسهم شركة موبنيل. وأعتقد أن بيع هذه الحصة كانت قد باعت الحصة العام الماضي فظهرت أرباح استثنائية في نتائج أعمالها عندما باعت شركة موبنيل. لكنها طبعا بيع الحصة أسرة في نتائجها للعام الحالي. الشيء الآخر أن الشركة أيضا تحملت خسائر من نتيجة طبعا شركة ميلا الكواب البحرية التابعة لها. ويمكن أن الشركة حقاقت خسار العام الماضي حوالي 465 مليون جنيه. وده طبعا أثر على شركة أوراسكم. بالإضافة طبعا لبعض المشكلات التي وجهتها الشركة في بعض الأسواق الخارجية. لكن أعتقد أن هذين السببين هم السببين الرئيسيين لتراجع أرباح أوراسكم للتصالات. السهم الآن عند مستويات الجنيه 32 قرش. سيد كمال السهم. كما ذكرت أنا بالتفصيل أنه على مدار سنة تحديدا من يونيو 2013 على نهاية يوليو 2014 كان مرتفع بنسبة 223 في المئة. كيف تنظر إلى المستويات السعرية؟ يعني بعد هذه النتائج إلى أي مدى سيستمر أوراسكم للاتصالات بمواصلة ارتفاعاته مع الارتفاعات أيضا التي رأيناها في البرصة خلال فترة الماضية؟ أعتقد أن تراجع سهم أوراسكم هو جاء نتيجة طبعا الإعلان عن نتائجها والإعلان عن تراجع أرباح الشركة. لكن أعتقد أن الشركة قد تمتص هذه التأثيرات التي أشارنا إليها. خاصة إذا كانت هناك توسعات لها خلال الفترة المقبلة. وأيضا إذا كانت هناك أيضا توسعات لها في السوق المصري. فأعتقد أن السهم قد يعود للارتفاع بعد أن تمتص نتائج هذه التأثيرات التي أشارنا أليها. فأعتقد أنه قد يكون تراجع مؤقت ولن يستمر خلال الفترة المقبلة. خلينا ننتقل إلى جلوبال وهي ثاني شركة كبرى بقطاع الاتصالات. كان لديها تراجع بالخسائر في هذا الربع بـ 42 في المئة. لكن أيضا رأينا تراجع بإرادتها. جلوبال كان عندها سيد كمال يمكن تجديد لرخص الجيل الثاني وثالث في زيمبابوي. وأيضا بعض الاتفاقيات فيما يخص بنجلا لينك التابعة لها في بنجلاديش. هل برأيك جلوبال قادرة على تخفيض هذه الخسائر حتى مع نهاية عام 2014 بالكامل؟ أعتقد أن جلوبال قد تستطيع تخفيض خسائرها خلال الفترة المقبلة أيضا بعد أن تمتص أيضا هذه التأثيرات التي تشارنا عليه. أعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية لخسائر جلوبال هي الفروق أسعار العملة. وأيضا بعض التعصر الذي تعرض له الشركة في السوق الكندي. إنما طبع فروق أسعار العملة بين الدولار والجنيه. هذا مرتبط بالاقتصاد المصري وسعر الجنيه المصري مقابل الدولار. وده يمكن أثر كثيرا في نتائجها. إنما إذا ارتفع سعر الجنيه. هذا يأثر طبعا إلى حد كبير في أرباحها المحسوبة بالجنيه المصري. وأيضا إذا استطعت الشركة أن تعوض بعض الخسائر أو التعصر الذي حدث في بعض الأسواق. مثل سوق الكندي. وحقاق التعصيات خلال العام المقبل قد يؤثر بشكل إيجابي على ساهم الشركة. المصري للاتصالات نعلم بأنه مع بداية العام استطعت الحصول على موافقة الهيئات المختصة من قبل الحكومة لرخصة تقديم خدمات المحمول. لكن كلفتها قرابة المليارين وخمسمائة مليون جنيه. اليوم النتائج التي جاءت بها المصرية للاتصالات سيد كمال. إلى أي مدى الكوابل البحرية برأيك ستكون قادرة على دعم إرادات الشركة خلال الفترة القادمة؟ الشركة عم تتحدث أن الكوابل قد تضيف لإراداتها 25 في المئة. كيف ترون نسبة الإرادات من هذه الكوابل؟ بالفعل المصرية طبعا أعلنت بالأمس نتائجها وحقاقت نموه في الأرباح. الحقيقة الشركة حقاقت هذا النمو نتيجة عدة أشياء. زي ما حدثت أشارت أولا نتيجة العقود والتحالفات اللي عملتها الشركة في نشاط الكابلات البحرية. وده يمكن زادت إراداتها إلى نحو 3.8 مليار جنيه. مقارنة بـ 2.7 مليار جنيه العام الماضي. حقاقت حوالي 11% نمو. وده طبعا أثر طبعا في زيادة الإرادات. أيضا زيادة إرادات الشركة عن حصتها اللي بتبلغ 45% من فودافون. بالإضافة إلى زيادة إراداتها من النشاط الذي تقوم به خاصة في مجال الإنترنت. نحن نعلم أن مصارة الصلاة تمتلك شركة إيداتها. التي بدورها تسيطر على النسبة الأكبر من سوق الإنترنت المصري. وبذلك فأيضا زادت إراداتها من خلال سوق التجزئة. وبالإضافة لذلك كان هناك نمو غير معتاد خلال الفترة الموضية في إرادات التلفون السابت. ويمكن هذا النشاط كان يتعرض لخسائر من قبل. لكن نموه ليس كبير. أعتقد أن الشركة تطمح إلى أن تمتلك الرخصة المتكملة أو الموحدة للمحمول. التي هي من المتوقع أن تفعل مع بداية سبتمبر أو خلال أسابيع من الآن. يعني طبعا الشركة تؤكد أنها لديها الاستثمارات الكافية لسداد سواء قيمة الرخصة الموحدة أو قيمة تقديم خدمات المحمول. أو للاستثمار في مجال المحمول. والشركة بتتوقع أنها بتقديم الرخصة أو خدمات المتكاملة المحمول والإنترنت. هذا يحقق لها نتائج أفضل. وهتكون هناك توسعات كبرى للشركة خلال الفترة المقبلة. وأيضا الشركة تعول على نشاط المحمول في التوسع الخارجي فيما بعد. يعني هي شركة ترى أنها إذا لم تمتلك المحمول وتقدم خدمة المحمول في السوق المصري. فإن ذلك لا يؤهل للتوسع في الأسواق الخارجية حاليا. أخيرا موبينيل. الشركة يمكن ذكرت بأن لديها خسائر بنسبة 16%. وصلت ل 344 مليون جنيه. سيد كمال. مخصصات موبينيل يمكن ارتفعت أيضا خلال الفترة الماضية في محاولة لتوسيع هذه الشبكات والمحطات وزيادة عدد المشتركين. ما أسباب التراجع برأيك وإلى أي مدى القضية اليوم المرفوعة يعني التقاضي القائمة بين موبينيل واتصالات المصرية سيكون له تأثير على نتائج الربع الثالث والنصف الثاني من عام 2014. أولا طبعا موبينيل يمكن كانت بالفعل اتعرضت لبعض المشكلات في الفترة الماضية. وعلى أسر ذلك تم تغييرات في الإدارة. بعض المشكلات كانت نتيجة أعباء القروض الشركة. لكن الشركة بتؤكد أنها في الفترة المقبلة هتشهد توسع. الشركة رصدت حوالي 2 مليار جنيه للتوسع في الشبكة خلال الفترة المقبلة. بالنسبة لموضوحها وهي الشركة بتؤكد أنها بدأت تحقق نتائج جيدة. وأنها خلال فترة المقبلة من خلال هذه الأموال المرصودة للتوسع. ومن خلال العروض التي ستعلن عنها ستتوسع خلال فترة المقبلة. بالنسبة لموضوع 400 مليون جنيه المشكلة بينها بين الاتصالات. كانت نتيجة موضوع التجوال المحلي عندما تم إنشاء شبكة التصالات كانت قد قامت بتجوال محلي على شبكة موبنيل. والشركة تطالب الاتصالات بهذه الأموال. والشركة كما تحدثوا مع بعض المسؤولين فيها تفتح باب التفاوض مع الاتصالات حول هذا الموضوع. هذا الموضوع طبعا 400 مليون جنيه لا تنظر إليها مبنيل كما أكد مسؤولوها على أنها تمثل أو محاولة منها لتحجيم خسائرها أو لضافة تسمرات. لأن الشركة خصصت بالفعل 2 مليون جنيه لكنها تنظر إليها على أنها مستحقات. وأعتقد أنها تفتح باب التفاوض مجددا مع اتصالات حول هذا الموضوع. وأعتقد أن قد تكون هناك مفاوضات بين الشركتين خلال الفترة المقبلة قبل أن يحسم القضاء هذا الموضوع.